الصدفة لعبة في حياتي دور مهم جداً أنا بعتبر نفسي محظوظة إزاي؟ إن أنا أقف قدام أستاذ عبد الرحيم الزرقاني وأتعلم إن أنا أقابل أستاذ عبد الوارث عصر ويدرس لي كتاب وفن الإلقاء إن أنا أقابل سيدة أم كلسوم ووضع لحجرها وأسمعها وأدون أحفظ أحفر جوايا اللي بتقولي لو ملحوظة الأخوية في البروفة بيعملوا البروفة على الأغنية لها إني قاعد مع عبد الحليم في بيته كل يوم في الجبلية أخوية عنده وإحنا عنده إنه عبد الحليم عندنا إنه فريق رشدي أبازة في الدور التاني وإحنا في التاسع فعايش عندنا فقاعدة مع فريد أطرش ومع عبد الحليم حافظ مع شريهان محظوظة جداً إنه هي قد كده بلحن لها أحمد صدقي لا دا مش هزار أنا أعتبرت نفسي دخلت معاهد جامعات فنحتت مش دقاشر شهر حييجي رمضان فاهم قصدي فاهمي يا عجل حميد كان دايماً عارف إمتى رمضان حييجي بعد فاهمي أبداً مش عارفين إمتى رمضان قل لك إيه؟ إيه؟ أقل لك آه؟ آه آه أقل لك حلل 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 شوفنا مثلا كنت بعمل في وزير كنت بتخدم مقرة في الجورنال بيقولوا تحلت أزمة المرور ساعة ما الفوزير بتتزاع أنا ما عنديش استعداد أنزل إلا وفي حظر تجول يعني أعمل أعلى من تنظيم المرور يعني لازم أعمل حظر تجول مش لازم يعني بالغرور لازم أقدم للمتفرج فكر جديد لازم أقدم للمتفرج لازم أعرف أععده مينفعش بعد ما يشوف أول يوم يقفل وينسل ويقول سجله هالي أنا ممكن أقتل نفسي لو متفرج سجل الحلقة ورجع بالليل شاف هموت نفسي أقتلني 15 شهر حييجي رمضان فهم قصدي فهمي عبد الحميد كان دايما عارف إمتى رمضان حييجي بعد فهمي أبدا مش عارفين إمتى رمضان كنت بعمل فوزير كنت بتخدم مقرة في الجورنال بيقولوا تحلت أزمة المرور ساعة ما الفوزير بتتزاعد أنا ما عنديش استعداد أنزل إلا وفي حظر تجول يعني أعمل أعلى من تنظيم المرور يعني لازم أعمل حظر تجول مش لازم يعني بالغرور لازم أقدم للمتفرج فكر جديد لازم أقدم للمتفرج لازم أعرف أعاده ما ينفعش بعد ما يشوف أول يوم يقفل وينسل ويقول سجله هالي أنا ممكن أقتل نفسي لو متفرج سجل الحلقة ورجع بالليل شاف هموت نفسي أقتلني عصر كراريا في كردى برية من قصة أبوريا في الباشا ملا قولا لا 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 قولا لا 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 لا